دعنا نوضح ملكة السيوف هذا الكرت نعم لأنه بسبب ردة فعل لأنه بسبب احتمال أنك دخلت في شراكة وخسرت وثقت في شخص من الناحية العملية اعتمنت على عملك على أسرارك في العمل على خبرتك اعتمنت حتى على أموالك ولكن هذا الشخص خذلك لذلك أنت مبتدي هذا الشهر وعندك طاقة شك طاقة لأن أثق إلا في نفسي ومسلح نفسك بالسيف ليش تشوف أول شي ملكة السيوف ومن ثم مبنية على طاقة لأن هذه هي الطاقة القديمة طاقة السيف الأول هي طاقة الحقيقة اكتشفت الشيء عن الشخص وهذا الشيء سبب لك مثل ما قلت لك ردة فعل عكسية خلاك دائما حين في وضعك الحالي تتوقع الأسوأ من الناس تتوقع أن الناس رح يخذلونك تتوقع أنه رح ي احنا نقول يأخذونك لحمة قطونك عظم هذا اللي أنت قاعد تتوقعه من أجل ذلك أنت حرس نفسك بالسيف اللي اكتشفته خلال الشهر الماضي أو حتى الفترة الماضية أتبتك أخبار الخماسة الصغيرة أخبار يخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش انكشفت لك حقائق عن أشخاص حقيقة وضع شخص أنت كنت مفكر حليف إني أشوف تحالف زميل في العمل زميل في الدراسة شريك معك في البزنس أو شخص أنت احتمال لحد الآن تفكر أنه إلى جانبك ممكن تكون ملكة السيوف هي النصيحة لك خلال هذا الشهر أن لا تثق إلا بنفسك في أشخاص محيطين فيك طاقتهم خفية مش موجودين ولكن في نفس الوقت أثروا عليك أثروا على وضعك العملي كانت تأثيرهم موجود ولو إنهم في القراءة مش موجودين ولكن تأثيرهم موجود خلنا نشوف أربعة الأفصال ما رح أخذ الكرتاس لأنها الكثيرة ولكن هذا الكرت سقط لوحدة ستة الأخصان مثل ما قلت لك هنا أن الموضوع قدر عليك في النهاية وإن كنت هنا شوية يعني إلا ما التجارب تؤثر علينا يا برج الثور إلا ما إحنا شوي نتخوف من الآخرين بسبب الأمور اللي مرينا فيها في الماضي طاقة الماضي الماضي السيء اللي يأثر عليك أنا أتكلم هنا لبرج الثور كانت طاقتها جدا عفوية جدا نقية جدا يثق في الناس والحين صار العكس صار يتخوف من الناس دائما أول ما أي شخص يتقرب منه حتى لو يحاول يساعده دائما يقول ما الذي تحاول أن تأخذه مني أنت هنا مثل إحنا سكب سيفك ولكن عليك أن ترى المستقبل اللي أنت تنتظره هذا هي طاقة المستقبل المستقبل اللي أنت تنتظره فيه أربعة الأقصان طاقة الأساس الصلب وستة الأقصان طاقة الانتصار هنا عندنا عجلة الحظ وأيضا القدر مهما أي شخص حاول أن يتدخل في شيء مكتوب لك في شيء من رزقك ما في أحد رح يأخذ منك عليك أن تثق لأنه لما أنتثق رح تكون شوية مستعد أن تنزل الحائط اللي خليتها بينك وبين الآخرين رح تنزل شوية هذا السيف وتحتك بالناس وتكون عفوي وترجع إلى طبيعتك المعتادة أشوفك حتى هنا أنت مش مرتاح في الوضع اللي وصلت لي برج الثور النصر حليفك لا يمكن لأي شخص مهما حاول أن يؤذيك أن يأخذ منك أن يأخذ منك شيء لم يكتب لك لما تفهم هذه الحقيقة يا بورت الثور رح تكون سعيد رح تكون متقبل رح تكون متوكل على الله واثق بالله بدل أن تضلت هنا في طاقة السؤال وطاقة الشك وطاقة اللوم حتى عندك طاقة لوم تقول لولا فلان هنا عندك طاقة تقارن أيضا نفسك بالآخرين لولا فلان اللي أنا ساعدت قبل كم سنة هو الآن وصل إلى وضع أفضل مني لأني ساعدت لأني استنزف طاقتي في مساعدة الآخرين بدل أن أستنزفها في مملكة الخاصة هذه الملكة قاعدة تقول هذا الكلام ولكن تأكد أن ما في شيء كتب لك في اللوح رح يأخذها شخص ثاني فلا تبتعد عن طبيعتك الطيبة اللي تحب الناس وتحب فيها مساعدة الناس هذه دائما كانت حقيقتك كانت أساسك هذه الطبقة اللي بنيت عليك طبقة الشك هذه طبقة مكتسبة ليست حقيقتك أنت يا برج الثور طاقة سلبية أبعدها عنك ولا تقارن نفسك بالآخرين هذا الشخص اللي أنت ساعدته اللي أنت وقفت معه كان له مكتوب خلال هذاك الوقت وقبلك حتى أن يصل كان سيصل قلت الانتصار كان سيصل بك أو بدونك أنت مجرد كنت وسيلة في حياته فشوية ابتعد عن اللوم ابتعد عن الشك إن زين وهني أشوف أن وقتك الخاص كأنما حان ولكن هذه الطاقة لحد الآن لم تتوفر لك لأنك لم تخرج من طاقة اللوم الشك المقارنة لما تتخلص 100% من محيط هذه الطاقة وتأثيرها عليك رح تستطيع أن تجني ثمار اللي أنت بينك وبين نفسك تقول أنا أستحق هذه المكانة أشوف هنا أكثر من الأموال نفسها أتكلم مع بورتثور مهتم بمكانته بالمنصب بوين وصل في الحياة النجاح التفوق ما يهم فقط التفوق أهم أي درجة من التفوق قاعد يقارن نفسه بأقرانه الأشخاص اللي ساعدهم والتقى فيهم في الطريق خلنا نوضح أخر كرت ملك الأكواب وهي الطاقة اللي رح تحتاجها طاقة التعاطف تجاه نفسك وأيضا تجاه الآخرين طاقة الماء طاقة المسامحة ستة الأكواب ستة الأكواب جمها الكوبين دائما نتكلم عن الرجوع إلى حقيقتنا إلى النفس تذكر من أنت كنت في بداية المشوار قبل هذا كله وأيضا أبعد عينك وتركيزك عن المؤثرات أنت هنا أشوفك قاعد تفكر في المؤثرات هذا هو منزلك صح؟ أنت موجود داخل المنزل ولكن طاقتك مشتتة خارجة دائما تفكر في المؤثرات أبتعد عنها وركز على محيط منزلك يعني ركز على أنت ماذا تريد أنت تنجز لا تفكر أن لأن شخص ثاني قاعد يحاول معناته أنت ما راح تقدر تحاول وما راح تقدر تنجز عزلة الحظ ننهي فيها القراءة كما ابتدينا تقول لك تباضي للكوبين نعم قلت لك الطاقة متوفرة من أجلك ولكن لازم تكون أنت ذكي في طاقة السي وفي طاقة العقل لازم تستوعب أن الطاقة متوفرة ولكن الطاقة راح تعطيك اللي أنت تعطيها إذا عطيت الكون أو إذا أنت فكرت بينك وبين نفسك في طاقة اللون راح دائما تكون في طاقة سلبية راح يكون فيه تباضي للكوبين اللي تعطيه أو اللي تخرج في نفسك هو اللي يرجع لك انت ساعد نعم ولكن مش سبب مساعدتك لهاي الأشخاص أنهم وصلوا لازم أنت أيضا تتسامح مع نفسك ومع هاي الأشخاص لما أنت تعطي طاقة إيجابية رح ترجع لك تبادل الأكواب يكون إيجابي رح تحصل على ما تستحق أبكر مما تتوقع الشي في يدك أنت يا برج الثور أنت اللي بي يدك السيف عندك طاقة والطاقة متوفرة هل رح توجهها في اتجاه سلبي في اتجاه لوم اتجاه عتاب اتجاه بسبب فلان ما قدرت أوصل ولأن فلان سوى ما قدرت أحصل على مرادي ولا رح توجهها فإن تبعد كل هذا عن تفكيرك وتركز على ما تريد تحقيقه هنا في المنتصف لا يهمك القيل والقال برج الثور أشوفك هنا دائما أنت محيط حديث الآخرين نعم يأثرون علينا لما يتكلمون عنه ودائما نركسون علينا هذا شي طبيعي ولكن لما احنا في النهاية القرار بيدك لأن السيف بيدك أنت اللي تقرر هل رح تتجاوب لحسد الآخرين هل رح تتجاوب للقيل والقال اللي يتعمدون أن يوصلون لك بهدف تشتيتك كأنما هاي الأشخاص يعرفون أكثر مما أنت تعرف يعرفون أنك متوجه إلى شي جميل إلى نجاح من أجل ذلك يحاولون أن يشتتونك ما عليك من القيل والقال والكلام الزائد إفلان تكلم عنك إفلان في جلسة قال عنك كذا كذا ما يهمك توجه إلى هدفك خلال هذا الشهر بكامل طاقتك لا تسمح لها أن تتشتت هذا كان الجانب العملي لبرج الثور رح نلقي نظرة إلى الجانب العاطفي اللي دائما أنت تتوقعونه ونتنتظرونه بفرغ الصبر من الجانب العاطفي لبرج الثور مع الشريك بغض النظر عن وضعك مع الشريك هذا القراءة رح تكون عامة واعكسها بما يناسب وضعك برج الثور تتوقع مع الشريك خلال شهر جون الخماس الصغير ليس ما تتوقعه ولكن بداية جميلة بداية موافقة أنت تتوقع احتمال أكبر من شذي برج الثور تنتظر تعويض من الشريك أو تكفير عن ذنوبه ولكن احتمل أنه ما رح يعجبك خلال هذا الشهر طريقة تكفيره اسلوبه محاولاته حتى ما رح ترضيك رح تحس أنه دون المستوى ودون ما تستحق فارس الأكواب ولكنه يأتي بنية طيبة هذا الشخص شريكك حتى إذا كنت من فصلين يحاول أن يراضيك يداوي جرح بنية طيبة ستة السيوف احتمال لأنه عطاك ظهره وقت من الأوقات لم يعطيك اهتمام وأخر كرت السيفين برج الثور الشخص وإن كانت لديه كل الموارد هنا كطاقة السيفين طاقة الحيرة ما يملك النظوج العاطفي ما يملك الرغبة الكافية هذه هي الحقيقة المرة اللي إحنا دائما نتناقش في كل شيء ما عدا الجانب هذا جانب الحقيقة أوقات الشخص يكون مش شجاع بما فيه الكافية مش قوي بما فيه الكافية لا يملك الدافع حتى أن يحارب من أجلك في وقت من الأوقات هذا الشخص لم يملك وإن كنت أنت تشوفه يملك بس هو فعلا ما كان يملك يملك الأشياء المادية نعم يملك النظوج في السن احتمال نعم ولكن ما كان يستطيع أن يصنع قراره في الفترة السابقة نزين وما أعطاك احتمال أنت هنا أشوفك مضايق بسبب أن أخذ هذا الشخص وقت طويل من أجل أن يصنع قراره ممكن ستة أسابيع ستة شهور ولكن قادم في طريقك من بعد فترة انقطاع قادم في طريقك شنو أنت رح تكون ردة فعلك يا برج الثور ردة فعلك أشوفك هني كأنما مش عاجبك العرض فارس الأكواب بيدك كوب يريد أن يعطيك إياه أنت كأنما مش عاجبك العرض خلا نوضح الكرتات أربعة الأخصان كان في حديث بينكم بخصوص زواج بخصوص ارتباط أشوفك هني أنت يا برج الثور قاعد تطالب الشريك بالوضوح شلون تطلب من شخص الوضوح وهو نفسه بينه وبين نفسه مش واضح في ما يريد ما يعرف وقتها ما كان يعرف من أنت بالنسبة له وماذا يريد من هاي العلاقة فعندما طالبت هني بالأجوبة لما طالبت متى رح يكون في استقرار بيننا في بيت في زواج لم يستطيع أن يعطيك الجواب ولكن عندنا هني الخبر المبشر ملكة النار الملكة القوية العازمة اللي كلها أفعال كلها أفعال مستعدة أن تواجه مستعدة أن تفعل لنفسها ماذا تريد قلت لك أنت تشوف هذا الشريك أنه يستطيع عند القدرة أن يقرر ولكن الموضوع بالنسبة له نفسيا أكثر من جسديا جسديا كان عنده القوة وكان عنده يعني مثل ما نقول الأسباب الأسباب متوفرة ولكن هو بينه وبين نفسه كان في طاقة الحيرة ولكن هو متغير إلى طاقة أفعال في الفترة القادمة رح يشوف منه أفعال رح يثبت لك بورود وأيضا بوجوده في حياتك هذا الشخص أشوفه جدا رح ينضج في الفترة القادمة ما رح يحب أن يتكلم كثيرا في الماضي عند طاقة الرحيل من الماضي إلى أمور أحد يريد أن يبتدي معاك صفحة جديدة ويريد هو يعرف أنه أن تنظر له على أساس أنه إنسان مصاحب أفعال مصاحب مواقف فيريد أن يثبت لك نفسه في الفترة القادمة يبتداء إن شاء الله بيونيو ملكة النار تريد أن تعطيك الغصن الأول بداية جديدة قلت لك هذا الشخص ما يريد يبني معاك على الأساس القديم هذا عندنا الأساس القديم في شيء كان بينكم يمنع هو من داخل حتى روحيا كان يمنع من الارتباط كان احتمال إن شخص ينفر من الارتباط علاقتك معاك لها ماشي أوكي ولكن اللحظة اللي يسمع فيها كلمة ارتباط هذا الشخص يهرب الهرب ممكن يكون جهدين إليك أنت ومنك أنت يعتمد على الموقف ففي السابق كان يهرب منك ولكن هذا الشخص اكتشف مدى افتقدك عندما رحلت واكتشف ما تعنيه لا اكتشف مكانتك في حياتك ومستعد إن يكون احتمال إنك تتعامل مع شخص من برج الأسد لأنه عندنا الكثير من الطاقة النارية وأيضا ممكن برج الحامل والقوس أوكي هذه هي الطاقة اللي أشوفها جدا واضحة ولكن بغض النظر عن برج الشريك طاقة النار هي دائما طاقة الأفعال طاقة دعني أبرهن لك ما الذي أنا مستعد أن أفعله في هاي المرة من بعد ما أخذلتك في السابق من بعد ما كان عرضي لا يليق بمستوى توقعاتك احتمال النهني بعد أنك كانت في علاقة ثلاثية أو طرف ثالث هو اللي سمح ما بينك أنت وما بينهو وهو قادم في طريقك عندنا كرت الأطراف الخارجية العلاقة الثلاثية هو اللي سمح كان يستطيع أن يوقف هؤلاء الأشخاص أو هاي العلاقة أو هاي الموقف عند حدة يقولهم لا تدخلون بيننا أو ينهي مثلا إذا كان في خيانة ينهي العلاقة ولكن ما تخف أي إجراء هذا اللي أنت يؤلمك أن ما قام فعلا بإيقاف الوقت أو إيقاف الموقف عندما كان يحتاج يتطلب منه احتمال أنك يا برج الثور تحس أنه تأخر عليك تتأخر في اتخاذ موقف ما دري ليش أحسك أنت هالمرة أنت اللي قلبك شوي تسكر عنه أو منغلق عنه مش مستعد أن تستقبل هذا الشخص خلنا نوضح ثلاثة سيوف سبعة الخماسيات كنت مفكر وكنت مفكر ولكن خاب ظني تعرف هاي الأغنية كنت أظني كنت أظني ولكن خاب ظني كنت لأن المشكلة في توقعاتك المشكلة في توقعاتك يا برج الثور هذا هو ما يخبرني به الشريك أن أنت توقع الكثير في القليل من الوقت ما عندك صبر هو يراك هكذا أن أنت ما عندك صبر ما انتظرته لحد ما يكتشف ماذا يريد وشلون رح يتصرف وشلون رح يعطيك ويقدم لك البداية الجديدة أو الحل أشوف هنا قادم هو باتجاهك وبيده حل أكثر حتى من بداية جديدة بيده حل عملي حل ممكن أنت فعلا توظفه وتستخدمونه عشان إنشاء حياة جديدة مع بعض حل عملي احتمال اقتراح ممكن أن نتزوج بهذه الطريقة ممكن أن نقنع الأهل بهذه الطريقة ممكن أن أتخلص من الطرف الثالث بهذه الطريقة ولكن هنا سبع الخماطيات يقول لي أن دائما توقعاتك تكون مخذولة مع هذا الشخص ولكن سبع أيضا هو رقم الانتظار انتظر خلك حبة حبة معه مع هذا الشخص وإن كان ناضج سنة ناضج وظيفة ناضج في كل جوانبه ولكن عاطفيا لحد الآن مش ولابد يبي لوقت يبي لجهد يبي لشخص صبور أنت صبور أشوفك هنا عم صبور ولكن عندما يأتي الموضوع للحب تصير قلق تصير خايف حتى أنك تنتظر الشريط خايف أن تنتظر ثم تخسر تنتظر من ثم هو يختار الطرف الثالث خلنا نوضح آخر كرت وهو الخماصي الصغير كأنما أنت هنا عندنا فارس الأكواب مرة ثانية كأنما أنت هنا تقول للشريك أو اللي ترغب فيه خلال شهر يونيو أن لا تخبرني كم تحبني عليك أن تريني هذا الشيء لا أريد أن تخبرني أريد أن تثبت لي هو فعلا الشريك متوجه دجاهك مثل ما قلت لك عند طاقة الأفعال مستعد أن يقدم لك إثباتات ولكن في البداية طبعا رح يكون مجرد اتصال مجرد يسأل عن أحوالك برج الثور ركز معاي هذا الشخص طريقته في التوجه أو رجوع لحياتك مرة أخرى أنه رح يبتدي باب صغير يسأل عن أخبارك يبتدي معاك أحاديث خفيفة ومن ثم أحاديث رومانسية يذكرك بالمشاعر ومن ثم رح يكون مستعد أن يعطيك الحل أو يدخل معاك في صلب الموضوع أنت هني كأنما أشوفك رح تكون مستعجل وتغلق عليه أبواب الحديث في أول فرصة خلك هذي خلك متزن اسمع منه لأنه نعم قاعد أحس بشوية تعاطف مع هذا الشخص احتمال أنك أيضا تتعامل مع برج مائي عقرب سرطان حود الأبراج المائية ليسوا كالأبراج الهوائية والنارية وحتى الترابية في مسألة صنع القرار يأخذون وقت أكثر أو دائما يأخذون وقت أكثر نعم يأخذون وقت أكثر ليسوا سريعين في صنع القرار ولكن عندما يصنعونه يلتزمون فيه أن تريد الالتزام والالتزام في الحياة العاطفية آتي في اتجاهك سواء كان مع شخص جديد أو مع هذا الشخص القديم ما تريد قادم في طريقك عزيزي برج الثور فشوية خل عندك صبر والحين رح ننظر إلى الأخبار القادمة في طريقك إذا أنت بنتظر تحاليل معينة قبول في جامعة نتائج نتائج الامتحانات أي نوع من الأخبار أنت بنتظرها خلال شهر يونيو رح ننظر إليها الأخبار القادمة تجاه برج الحود في شهر يونيو الامبراطورة ثلاثة الأخصان المزيد من الانتظار يا برج الثور في شخص أو في جهة حتى معينة يريدون أن يختبرونك ولكن غير عن الأختبار نفسي إذا أنت أصلا خلاص قدمت الطلب أو قدمت الامتحانات قدمت التحاليل هؤلاء الأشخاص يريدون أن يختبرون مدى التزامك بالشيء اللي أنت مقدم عليه حتى ممكن يكون مقدم على رشحت نفسك إلى ترقية رشحت نفسك إلى منصب منصب في المجتمع منصب في السياسة ملك السيور نعم يريدون أن يتأكدون أن أنت ما رح ترحل لما تلاقي في وجهك أو العقبة يريدون أن يعرفون مدى نضوجك واتزانك في جانب كان مخفي عليك أنت ما تعرفه أو ما كان مكتوب أو أخبرت به بصريح العربارة عندما قدمت إلى هذا المنصب إلى هذا الشيء بغض النظر الموضوع اللي أنت مقدم عليه هؤلاء الأشخاص يريدون أن يختبروا قوة تحملك أن أنت فعلا موجود من أجل البقاء ما رح تنسحب ما رح تخضلهم في أدائك رح تكون فعلا ممتزن يريدون منك الاتزان العقلانية إذا أنت مقدم على الهجرة إلى دولة أجنبية يريدون فعلا أن يتأكدون أن أنت حتى طابعا وشخصية تتوافق معهم في الكثير من التدقيق اللي أنت رح تتعرض لخلال شهر يونيو قبل أن تحصل على الموافقة وقبل أن تحصل على الموضوع اللي في بالك ممكن يكون حتى يكون تدقيق في امتحانات أنت خذها كما يناسب جانبك عندنا هنا أربع الخماسيات أربع الخماسيات تقول لي لا تمنع نفسك من تقديم الأفضل عزيزي بردثور إذا أنت ما خاطرت كأن ما هلين عندك نوع من التخوف تريد أن تقدم على هذا العمل ولكن في نفس الوقت بعد تقول ما راح يقبلوني الموضوع يأخذ وقت الموضوع يأخذ الكثير من الالتزام ما عندي وقت إذا ما راح تخاطر أو تجرب حتى على الأقل عمرك ما راح تحصل على الأمور اللي أنت تمناها الأمور اللي متوفرة عشانك ولكن تتطلب منك أظهار الجدية مو الجدية فقط هنا أنت تفكر كأنما الجدية فقط في موضوع التقديم نفسه أو الإقبال على الموضوع نفسه هنا يقول لك الجدية في الالتزام الالتزام والصبر أن أنت راح تظل منتظر راح تظل مستثمر راح تظل تتابع الموضوع لحين ما يتم يريدون منك يشوفون منك الحاح ومتابعة عشان يتأكدون أن جاد ترجمة نانسي قنقر